مملكة البحرين مدروسة ستعمل بها الهيئة لخدمة مختلف الأوساط العلمية من خلال كمية البيانات التي سيجمعها القمر بعد إطلاقه في مداره خلال الربع الأول من العام الجاري خطوات دقوبة جهد متواصلة يعمل عليها فريق البحرين للفضاء لإعلاء اسم المملكة ورفعه عاليا فيكون له بصمة واضحة في خدمة الأغراض العلمية على مستوى العالم فهذه الكوادر الوطنية الشابة المتخصصة بمجال التكنولوجيا المتقدمة أصبحت نموذجا مشرفا يحتذا به بفضل الدعم اللامحدود بالقبل قيادتنا الحكيمة وذلك بعد إطلاق أول قمر صناعي ضوء واحد بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصول القمر الصناعي ضوء واحد إلى مدارة فستبدأ أول مرحلة من مراحل المهمة وهي عبارة عن سلسلة من الاختبارات الذاتية التي يقوم بها القمر للتأكد من صحة وسلامة جميع أنظمة القمر ثم سيتم انزال هذه المعلومات والبيانات إلى المحطات الأرضية المختلفة بعد انتهاء المرحلة الأولى وهي مرحلة الاختبارات تبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة العمليات الاعتيادية للمهمة أو للقمر حيث ستبدأ حمولة القمر بالعمل وجمع البيانات المتعلقة بأشعة غاما هذا القمر الصناعي الذي تم أطلاقه في ديسمبر من العام الماضي سيبدأ عمله الفعلي خلال الربع الأول من العام 2022 حيث سيتم مراقبة واستقبال البيانات من القمر الصناعي عبر ثلاث محطات أرضية وهي المحطة الأرضية في جامعة خليفة بأبوطبي والمحطة الأرضية في الدنمارك والمحطة الأرضية في جمهورية لتوانيا ليش نحتاج ثلاث محطات أرضية؟ طبعا البيانات التي تمت جمعها تكون كبيرة الحجم بالإضافة إلى أن وقت مرور القمر الصناعي على أي محطة من هؤلاء المحطات ستكون قليلة فأحتاجنا أن نزيد عدد المحطات لزيارة تنزيل البيانات ضوء واحد وهو من الأقمار الصناعية النانونية الحديثة سيعمل على رصد ودراسة أشعة يام الأرضية الناتجة عن العواصف الرعدية وبناء القدرات الوطنية في مجال التصميم وبناء وتشغيل الأقمار الصناعية علاوة على إسهامه بإضافات هامة للمجتمع الدولي من الناحية العلمية والتقنية وذلك من خلال فهم أفضل لعلم الصواعق وتحديد أنواع وتأثيرات العواصف الرعدية وتوفير معلومات وبيانات مهمة ومفيدة لقطاع الطيران وتعزيز البحث العلمي عبر توفير بيانات جديدة لمنطقة الشرق الأوسط خطوات مدروسة ستعمل عليها الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بعد إطلاق القمر الصناعي البحريني الإماراتي المشترك ضوء واحد ليقوم بجمع أكبر كم من البيانات لخدمة مختلف الأوسط العلمية على مستوى العالم خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين